سؤال اليوم هل تشوف جي تي اي فور احسن من جي تي اي فايف ولا العكس واذا كان كذلك اكتب لنا في خانة التعليقات السبب اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين ريعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهاب طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن ليش اللاعبين يحبون جي تي اي في اكثر من جي تي اي فور ايش الاشياء اللي كرهت اللاعبين في جي تي اي فور اليوم راح نذكر خمسة اسباب كلنا كرهنا جي تي اي فور بسببها لو عن ما يعني لذلك خلونا نرخش سويا في المقطع اولا عدم قدرتنا على استكشاف العالم السفلي للبحر زي ما تعرفون في جي تي اي فور لبرت سيتي نعم بامكانك السباحة في البحر لكن زي ما الكل يعرف نهائيا ما تقدر تغطص للأسفل وتستكشف العالم السفلي من البحر وهذا الشي صراحة يا اخوان يقهر كان وقتها كان جدا جدا يقهر والبعض انه حتى دوصل درجة انه كره اللعبة بسبب عدم وجود هذا الشيء بينما في الجهة المقابلة جي تي اي في كان بامكانك تسبح وتغطص بل انه البحر اساسا ملي بالاسرار والاستر ايك المخبية اسفل البحر زي ما الكل يعرف لذلك كان هناك عتب واحباط كبير جدا على عدم قدرتنا على الغطس والغوص في جي تي اي فور طبعا سبب عدم وجود الغوص في جي تي اي فور يقال انه المحرك او محرك الريج كان جديد توها والمطورين ما هم متمكنين منه بالشكل الكامل لذلك يعني شال الغوص بالكامل ثانيا النهاية هناك فعلا نسبة كبيرة من اللاعبين نهاية جي تي اي فور كانت نوعا ما بحبطة وكئيبة بالنسبة لهم وتحديدا الاشخاص اللي يحبون النهايات السعيدة للالعاب لانه زي ما تعرفون نهاية جي تي اي فور لها طريقتين وخيارين لانهاء اللعب عندنا نهاية الاتفاقية ونهاية الانتقام طبعا في حال انك اخترت نهاية الاتفاقية للأسف رح يتم اغتيال ابن عمك رومن بيليك في ليلة ولحظة زواجه من قبل قاتل مأجور تم ارساله من جهة ديمتري راسكولوف القذر بينما نهاية الانتقام وايضا في زواج رومن بيليك لكن هذه النهاية رومن ما رح يموت وانما اللي رح تموت هي كيت مكريري للأسف وطريقة وفاتها كانت نوعا ما بشعة في درايف باي يحدث من قبل جيمي باق الرينو اللي نيكو بيليك معاه يعني ماضي اسود وكبير جدا عموما الكثير ونسبة كبيرة من اللاعبين او لاعبين جي تي اي فور كانوا غير راضين على نهاية اللعبة خصوصا انه كلاهما كانت نهاية حزينة جدا البعض كان ودوا انه تكون في نهاية نعم حزينة لكن النهاية الاخرى تكون سعيدة لكن هذا الامر لم يحدث وكلتا نهايتين جي تي اي فور زي ما تعرفون حزينة لكن من مجهة نظري انا صراحة اشوفينه نهاية جي تي اي فور واحدة من افضل النهايات في سلسلة جي تي اي والتي تماشى فعلا مع مسار القصة ومع شخصية نيكو بيليك والاحداث اللي صارت له في السابق وفي ليبرتي سيتي لكن بعض اللاعبين يختلفون معاي في الرأي ويشوفون انه لابد انه تكون في نهاية سعيدة ثالثا عدم وجود حلاقين صحيح في جي تي اي 3 وجي تي اي باي سيتي كان ما في حلاقين ومحلات حلاقة لكن روكستار جيمز وفي جي تي اي سان اندرياس عرفت لنا على موضوع حلاقة الشعر والحلاقين والى اخره فالكثير توقع انه الجزء الجديد من جي تي اي اكيد رح يكون فيه له حلاقين لكن للأسف انه هذا الامر لم يكن موجود في جي تي اي 4 والحلاقين ومحلات الحلاقة غير موجودة طبعا بناء على ملفات اللعبة كان من المفترض انه يكون في حلاقين في جي تي اي 4 لكن لسبب ما تم حذف الفكرة في بداية تطويرها ولم يتم تطويرها بشكل ابعد ودليل ذلك هي هذه الصورة اللي تم العثور عليها في ملفات اللعبة واللي فيها تقدر تشوف محل حلاقة موجود في لي بيرتي سيتي عندك الارضية والكراسي زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان ايضا هناك الصورة ثانية وفيها تشوف اما ام بي سي عادي يبغى يحلق في محل الحلاقة او انه هذا الشخص هو الحلاق نفسه اللي رح يحلق لك شعرك في جي تي اي 4 لو كان في محلات حلاقة زي ما تشوفون فنعم يا اخوان كان من المفترض انه يكون عندنا حلاقين لكن هذا الامر لم يصل لنسخة نهائية من جي تي اي 4 لذلك بعض اللاعبين نوعا ما كان يعني كاره لعبة جي تي اي 4 بسبب هذا الشيء رابعا عدم وجود شيك بوينتز نهائيا نعم يا اخوان روكستار جيمز واستكمالا لجي تي اي سان اندرياس جي تي اي 4 كان ما فيها شيك بوينتز اطلاقا بمعنى انه لو في شيلد في احد فتراته المهمة سواء في نهايتها ومنتصفها او حتى بدايتها راح ترجع وتعيد من اول وجديد ومن بداية المهمة مهما كانت المهمة صعبة سهلة ثقيل الدم في شيلد راح تعيد من اول وجديد وهذا الامر يا اخوان شخصيا كنت اكره في جي تي اي سان اندرياس كمان جابوا لي في جي تي اي 4 فصراحة جاني المغز النهائي كويس انهم في جي تي اي 5 حطوا لنا موضوعة شيك بوينتز لانه صراحة امر نوعا ما يمغص لكن في جهة اخرى وفي بعض الاشخاص يقولون انه عدم وجود شيك بوينتز في اللعبة يعطي اللعبة والمهمة حماس وتحدي اكثر ودافع اكثر فايش رأيكم في هذا الموضوع وايش رأيكم في كلامهم هل تتفقون معاهم او لا خامسا الاتصالات المزعجة من الاصدقاء وتحديدا رومان بيليك زي ما تعرفون في جي تي اي 4 ما بين فترة وفترة يجيك اتصال من احد الاصدقاء او الاقارب او حتى ممكن صديقات نيكو بيليك وفيه يطلبون منك انك تخرج معاهم سواء للشرب ولا الاكل ولا حتى ممكن اللعب او لعب بولينج مشاهدة السينما والافلام والمهم يطلبون منك انك يعني تخرج معاهم عشان تفل وتنبسطوا من هذا الكلام طبعا انت كلاعب مخير بالقبول او الرفض لكن في حال انك مثلا رفضت رح تقل قوة علاقتك مع الشخص اللي رفضته وما رح يدق عليك مرة اخرى الا بعد فترة من الزمن رح يرجع ويطلب منك انك تخرج معاهم جديد لكن رح يصحب عليك بمجرد ما ترفضه بينما لو قبلت الطلعة رح تقوى علاقتك مع الشخص اللي يعني طلعت معاه ويحبك اكثر واكثر واكثر فالشيء المزعش صراحة انك انت تكون من دمج في شيء فلاني او مهمة جانبية ومشاكلة ذلك وفي وسط عملك يجيك اتصال مثلا من رومان بيليك لاتس جو بولنج يا عمي طيرا ماني فاضي لك خليني اسوي شغلي بس لذلك هذا الامر صراحة يعني نوعا ما يمغص انه وانت من دمج يجيك اتصال يلا تعال نلعب يلا تعال ناكل ماني فاضي لك سري وتقريبا يا اخوان اشياء جميع لاعبين جي تي اي فور كرهوها شاركونا هراكم في خانة التعليقات هل عندكم اشياء اخرى تمغص زي كذا في جي تي اي فور ممكن نسوي بيها جزء ثاني او لا شاركونا في خانة التعليقات طب كيصلنا معاكم نهاية المقطة لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة